ساعات كده الواحد بينسى ويخضع قدرة ربنا لقدرة البشر يعني أنا عشان أعمل شيء معين أنجز مهمة معينة هستعين ببعض الأسباب والأشخاص لو اتقفلت في وشي أبقى عاجز ربنا مش زي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الأسباب فساعات البني آدم تتقفل قدامه أسباب إنجاز شيء معين فييجي يدعي يدعي بقلبي كده مش مقبل على الله وساعات ما يدعيش كأنه بيقول لنفسه يعني ربنا هيعملها إزاي يعني فما يدعيش فحكلنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في رسالته للزاهة في الدعاء الصنفدة اللي هو اليائس من الأسباب قصة إنسان صالح الأسباب كانت مقفولة قال له يا رب عشان اتقفلت هدعيك أنت عشان أنت على كل شيء قدير ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي أصباه ما فيش أسباب خالص ربي إني وهن العظم مني عجزت جدا واشتعل الرأس شيبة ولكن ولم أكن بدعائك ربي شقي مش هضيع أنا معاك وإني خفت الموالية من ورائي وكمان وكانت مرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي عايز ابن يرثني يرث النبوة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية وكمان عايز ابن جميل وطيب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية كان كسر التسعين وامراته كمان كانت عجوزة جدا والعلمة هنا بيقوله هو سيدنا زكريا بيقول أنا عشان شاكك ولا أنا المتعلم قالوا المتعلم أنا يكون لي غلام يعني يا رب هتصغرني وتشفيها ولا هتعمل ايه قال كذلك وانت عجوز وهي عاقر قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا لما ما كانش فيه أسباب خلقتك فكأن ربنا بيقول للصنف التاني اللي يأس من الأسباب ادعيني حتى لو اتأفلت لأني أنا الله القادر على خلقة الأسباب إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر